هل تتجاوز واشنطن وموسكو التوتر الحالي؟ أم أن العداء المستحكم سيولد توترات أخرى لنهاية لها؟ مع ما يثير ذلك من ذكريات الحرب الباردة؟ بعد طرده دبلوماسيين وفرضه عقوبات طالت عشرات الأفراد والكيانات الروسية، يقول الرئيس الأمريكي إنه أخبر نظيره الروسي أنه يمكن لواشنطن أن تذهب أبعد من ذلك في مؤشر يعكس مخاوف جدية من أن يتطور التوتر الرهن إلى مواجهة حقيقية بين البلدين أبلغت بوتين في اتصال هاتفي كان ضروريا بيننا أنه إذا كانت روسيا تمارس المزيد من التدخل في الديمقراطية الأمريكية فنحن مستعدون للرد وأبلغته أيضا بأن الولايات المتحدة يمكنها أن تذهب إلى أكثر من العقوبات لكني آثرت أن لا أفعل ذلك واخترت التصرف بشكل متناسب من التوتر الحاصل شرق أوكرانيا واتهامات بمسؤولية روسيا عن مقتل جنود أمريكيين إلى هجوم سيبراني واسع طال الولايات المتحدة وألقي باللوم فيه على روسيا فضلا عن مزاعم بتدخلها في الانتخابات الرئاسية كلها ملفات استندت إليها واشنطن لفرض حزمة عقوبات ضد موسكو شملت طرد عشرة دبلوماسيين العقوبات تستهدف أساسا القطاع المصرفي الروسي إذ تمنع المعاملات بين المؤسسات المالية الأمريكية مع نظيراتها الروسية كما تحظر على المؤسسات الأمريكية إقراض نظيراتها الروسية ما سيجر آثارا سلبية على الاقتصاد الروسي وهو ما أثار غضبا في موسكو فهي ترى أن مثل هذه الإجراءات تزيد خطر حدوث مواجهة بين البلدين الرد على العقوبات لا مفر منه يجب على واشنطن أن تدرك أن عليها أن تدفع الثمن تدهور العلاقات الثنائية أود أيضا أن أقول أن وزارة الخارجية الروسية استدعت السفير الأمريكي وسوف نشارك معكم معلومات إضافية حول نتيجة هذه المحادثة يرى المعض أن الساحة الدولية باتت أكثر جاهزية للعودة إلى مناخات الحرب الباردة وذلك بالنظر إلى السياسات العدوانية بين واشنطن من جانب وموسكو وبكين من جانب آخر فيما يرى آخرون أن التوتر الذي يشوب العلاقة بين بايدن وبوتين حتى على الصعيد الشخصي يفتح الأبواب أمام احتمالات تصعيد غير مسبوق لكنه لن يصل بأي حال إلى حدود المواجهة المباشرة ندرالوش تي أرتي عربي